والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نهنئ العالم المسيحي بذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام في ليلة الكريسماس ولو أن هذا العيد الذي أخذه المسيحيون الكريسماس هو عيد قديم عيد وثني قديم ولكنهم وأن المسيح لم يولد في هذا الوقت أنه ولد في الربيع تقريبا كما تقول الروايات ولكنهم المسيحيون اعتبروا هذا هو يوم ميلاد المسيح وعندما يحتفلون بهذا المولد لا يحتفلون بالأيد الوثني يحتفلون بذكرى إلى ميلاد المسيح لذلك تهنئتهم في هذا المجال لا أشكال فيها ليست تهنئة بالأيد الأصلي إنما بأيد ميلاد المسيح بعض السلفين يتحرجون أو يحرمون تهنئة المسيح تهنئة المسيحيين بهذا العيد وأنا أشوف ما فيه يعني إشكال شرعي في ذلك بالعكس أخواننا وعايشين بيناتنا وعندما هم يهنئونا نهنئهم أيضا بهذا العيد اشتركوا في القناة